والزوج الغطبان دي مشكلة وده المحور التالي اللي عايزين نتكلم فيه في حلقتنا انت تتصرف ازاي كزوج غطبان كيف تتصرف كزوج غطبان نو تمهم بصوا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نهك واحنا هنمشي عليه الجمال بقى ايه ازاي ان احنا نطبق وازاي ان احنا ما نسمع القصة نسقطها على الواقع لحصل ايه عشان بس نشوف الجمال الدين ماقف بين سيدنا عمر بن الخطاب ما بين النبي صلى الله عليه وسلم موقف النبي عليه الصلاة والسلام كان كل لين واصغاء استماع مستماع تفاعل النبي عليه الصلاة والسلام عمل تصرف لو بتوع السلوك او علماء الاجتماع علم الاجتماع او تحليل الشخصية والنفسية والله يكتبوا فيها كتب اعظم قائل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سواء داخل بيته كزوج او خارج البيت كصاحب وكنبي وكجار وكإنسان سبب نزول الاية انت توبى الى الله فقد صغت قلوبك الله اسمعوا بقى سيدنا عبد الله ابن عباس كان يقول ايه قال سيدة حبصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وجدت النبي عليه الصلاة والسلام في يوم السيدة عائشة مع مين؟ مع أم إبراهيم اللي هي مارية فقالت لأخبرناه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها هي علي حرم حرم عليه الجارية خلاص انقربتها مش هقربها تاني بس ما تقوليش لعائشة فهي راح اتقالت لعائشة فمين اللي علم النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل فلما قالت الكلام للسيدة عائشة طبعا زالت فالنبي عليه الصلاة والسلام راح قال لها قال لها انت قلت فتمن أخبرك هذا؟ قال نبأني يا العليم الخبير انت توبة كانت كرسة كانت كرسة كبيرة وإيه اللي حصل قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه شهر بعد كده بعد كده اعتزل النساء فانزل الله عز وجل انت توبة إلى الله فقد صغت قلوبك بس ده كان سبب النزول سيدنا عمر بقى لما شاع بين الناس رسول الله عليه الصلاة والسلام طلق زوجاتي قبل ما يروح للنبي ويستأذن عليه قبل الموقف ده راح لمين؟ راح لبنته حفظ قال لها لا يغرنكي بنت أبي خحافة دي 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 لا دي ما حزيح دي النبي انت ازاي تعملك ازاي ما تغركيش مكانتها ودخل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله استأذن فأذن له ان ان ارادني النبي ان 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 رسول ان اقطع عنق حفظ لقطع هذه الله تخيح قال عليه الصلاة والسلام كان حزيم should فدقي عندها سألوا سيدنا عمر لما لا ادحك أطلقت زوجاتك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام كلا قال عمر قال له الناس يتحدثون في المسجد أنك فعل فقم وأخبرهم أنك لم تفعل بس ما كف عادي شوفوا رد النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا رد النبي على سيدنا عمر قال له إيه بصوا الكلمة دي تتبرز عايزكوا تحفظوها يا كل رجل وكل ست وكل حدي بيتعامل في العلاقات نعم انشئت لو أنت عايز نعمل كده حاضر أعمل كده كلمة بجد تخلينا نبكي إيه اللين ده إيه الجمال ده قال نعم انشئت استجابة رهيبة استجابة سريعة جدا للخير وللأفضل من كده من كده دلوقت الله يا الله يا الله خلق رهيب وسلق طيب هين لين سهل قريب عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام صلى عليه قال له نعم انشئت بس خلصت لما تحصل مشكلة بينك وبين زوجتك ده اللي نطلع نحن مش بنسمع كسمة آه يا ده قصة حلوة أول ما شاء الله بقى والرسال لأ ما تحصل خلاف بينك وبين زوجتك تاني أما يحصل خلاف بينك وبين زوجتك وجيه حد يصلح ما بينكو ايه؟ لين معاها لين معاها روح معاها بسهولة ويسر زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كده استجيب تخلص المشكلة وتنتهي خلص نعم انشئت أعمل كده اه تمام خلص لقاء الخير تصرف ايه الأفضل التصرف الأفضل التصرف الأحسن مش لك ده هم كزا وتستهل واعمل فيها وهاربيها وهسويها وهلأ لا لا خلصت المشكلة